فأرسلت رسالة جفرة من هناك سلمتها للسفير وأرسلت إلى الرئيس صدام حسين أن كولوم باول يجتمع الآن مع مستشاريه لصياغة قرار يجيز شن الحرب على العراق بسبب عدم إعادة المفتشين فأقترح إعادتهم بلا قيد أو شرط فورا فأرسلت الجفرة بعد ساعتين اتصل بي سكرتير الرئيس قال لي الرئيس وافق يعني دقيقة أريد تفاصيل بهذه يعني حضرتك كتبت رسالة إلى الرئيس بأن يوافق العراق على عودة المفتشين الدوليين لعملهم في العراق وهذه الرسالة ذهبت إلى السكرتير في وقت الفريق عبد الحمود ثم إلى الرئيس أنا أرسلتها إلى الخارجية أنا عمالي مع الخارجية مع وزارتي أنا أرسل جفرة إلى الخارجية عندما تصل لزارة الخارجية بأسرع وقت ممكن تصل إلى الرئيس زين بعدين رجع لك جواب ورا ساعتين بس حوالي ساعتين أو أقل اتصل بي هو عبد بنفسه السكرتير نعم قال لي حصلت الموافقة عصرت الموافقة على الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة